خلينا نروح لكرة السلة سيدات عندي كلام كتير جدا عايز اتكلم فيه اولا كرة السلة سيدات اتعرضنا لهزة شوية في المستوى اصابات ببداية الموسم ثرية تصابت احد احضر اللاعبات مش في مصر في افريقيا كلها ويمكن كان عندهم مباراة اا يمكن عندهم اول مباراة جاية هي مباراة الشمس في ربع نهائي دوري سوبر سيدات السلة ده اول مباراة في من دور التماني الاول بلعب التامن او التاني بلعب السابع ده اول مباراة في السلسلة بتاعة الادوار الاقصائية الموسم يكون طبعا قدام نادي الشمس بكرة ساعة ستة رسلت شوية ده الصلاة الزغيرة في اهل الجزيرة فرقتنا قد تخلصت زم حضراتكم الدور الترتيب في التاني عشان كده حلنا بلعب الشمس اللي في المركز السابع الموسم ده صعب جدا ليه بقى نقوله حضراتكم لانه طبعا كابتن علي هاشم المدير الفني للفريق السابق بعد مباراة سبورتنج اللي في نهاية كأس مصر اللي انتهت بفاوز نادي سبورتنج قدم استقالته كابتن علي هاشم يعني حس انه خلاص هو الفرقة محتاجة تغيير احنا هنا من حي كابتن علي هاشم عمره ابدا خسارة بطولة او اتنينة كابتن علي ما يعني هتمحوا التاريخ الكبير اللي انت عاملت خلال 3-4 سنوات مع النادي خدت بطولات كتير يمكن انت اول صاحب مدير فني صاحب مركز الحقيقة في افريقيا خدنا تاريخ افريقيا والحقيقة يعني بطولات كتير وسوبر وبطولات مرتبط يعني كل الكلام ده كابتن علي عمره ابدا ما يتمسي بنشكرك ان شاء الله ربنا وفقك في الخطوة اللي جاء لتولى المسؤولية من بعد منه كابتن طارق خيري المدير السابق الفني الفريق الاول واحد طبعا النجوم النادي الاهل في جيله الزهبي تولى المسؤولية المطش الجاي صعب عشان كده تجيل جهاز فني بسيستم جديد بروح جديدة بشكل جديد على ادوار الاقصائية نتمنى التوفيق ليهم ان شاء الله اللاعبات يخرجوا يعني يخرجوا من الحالة الاحباط اللي هم فيها ان شاء الله اللي جاي عندنا لسه بطولة مهمة وهي دوري السوبر ان شاء الله هم قادرين او قادرنا ان هم يقدروا يفوزوا بالبطولة القادمة بس هم يحتاجة شوية تركيز والدفاع الدفاع مشكلتنا هي الدفاع